تحل سنة 2023 على اليمنيين بأمنيات تختلف عن تلك التي تدور في خلد غيرهم من سكان العالم ففي بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة حرب آتت على الأخضر واليابس يمسي اليمنيون ويصبحون على أمل بقائهم على قيد الحياة مع انتهاء عام 2022 دخل الصراع في اليمن مرحلة فارقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة مع ارتفاع الأسعار بفعل استمرار تدهور قيمة العملة ما يدخل ملايين اليمنيين ضائرة نقص الغذاء الحاد إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية في الانهيار خلال العام الجديد ومما زاد من تفاقم الوضع تعرض موانئ تصدير النفط إلى هجمات عسكرية أدت إلى تعطيل أهم مورد للمداخل الحكومية وبذلك صنفت معانة اليمنيين من قبل الأمم المتحدة بكونها أسوأ مأساة إنسانية في التاريخ الحديث مأساة تواصلت رغم الهدنة التي استمرت العام الماضي لقرابة عشرة أشهر كأطول فترة هدوء نسبي شهدتها البلاد فلتزال كل توقعات وتقارير منظمة الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة عن الوضع في اليمن سنة 2023 التقارير الأممية تشير إلى أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ستظل مرتفعة خلال العام الجديد بينما يحتاج 21 مليون وستمائة ألف يمني إلى توفير المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية نهيك عن كون أكثر من ثمانين في المئة من اليمنيين سيكافحون للحصول على الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية الكافية في حين أن ما يقرب من 90% منهم لا يحصلون على الكهرباء التي توفرها الحكومة أرقام تبين سودوية الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون بسبب الأزمة السياسية المستمرة منذ السنوات على أمل أن تفلح الجهود الأممية والإقليمية في الصلح بين الإخوة الفرقاء في يمن ما بات يوصف بالسعيدة